أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أكدت على أن الرص في العائم في غزة سيعاد تركيبه قريبا لاستقبال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأضافت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي على إصال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن يذكر أن البنتاجون أكد في وقت سابق أنه لم يتم تعليق إسقاط المساعدات عبر الجو وأن العمليات ستستأنف عندما تكون الظروف الجوية والأمنية ملائمة على الأرض